تعافي فيه مقارنة مشروعة برضو إيه هي؟ اللي أنا قارن الولد بنفسه إه لو أنت السنة اللي فاتت ما جبتش درجات كويسة بس السنة دي أنت برافو عليك رائع يعني أنت ابتدت تشتغل على نفسك أنا مبسوطة منك رائع إنما قارن الولد بغيره سواء غيره ده جوه الأسرة أو بره أو بره هي دي المشترك شفت ابن عمك شفت ابن خالك شفت نفضل بقى يعني الولد مشتت في العيلة كلها صحيح لأن رب سبحانه تعالى خلقنا عندنا فرق فردية مفيش واحد زي الثاني بالظبط مفيش فأنت كأم لازم أن تشوف ده يتمتع بإيه وده يتمتع بإيه وده يدعمه على إيه وده يدعمه على إيه فكرة المقارنات اليومية دي من أهم الأخطاء للأسرة بتقع فيها يوميا مش شبه يوميا ده يوميا يا حبيبي كل عشان تبقى طخين زي أخوك يا حبيبي زاكر شفت أخوك جاب إيه أنت دايما هتكون فشل في رضا شفت أخوك خد لسه واخد يوميا مافيش بيت بيخلو يوميا من المقارنات أنت طبيعي اللي أنت كواليه أمر تحس اللي ابنك أقل من أخوه أو من جارك أو ابن عمه ده طبيعي يا جماعة مافيش مشكلة بس ماينفعش تطلع الإحساسك ده في وش الطفل ماينفعش أنت كواليه أمر لازم تتدرب تعبرت وشك نبرت صوتك لأنك أنت ممكن تحافظ على الجمل اللي أنت بتختارها بس وشك باين يا حبيبي بلازم تذكر ايه ابن عمك ده خلاص وشك باين وضح الرسالة اللي أنت بتكرنه فإحنا كواليه أمور لازم نتدرب تعبيرات وشنا ونبرات صوتنا مع أولادنا والجمل اللي إحنا بنختارها اوعد قارن ابنك بغيره غيره دي بقى شاملة جوة الأسرة وبرى الأسرة قارن ابنك بابنك